موسيقى القوات العراقية تدخل قضاء الشرقات شمال غرب الحويجة وتقترب من داعش قوات سوريا الديمقراطية تقترب من اعلان تحرير الرقة وداعش يعيش ايامه الاخيرة بالمدينة وايران تتحدى مجلس الامن وتعرض صاروخا باليستيا جديدا اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم البداية من الشأن العراقي حيث دخلت القوات العراقية مركز قضاء الشرقات في اطار العمليات الرامية الى تحرير قضاء الحويجة التابع لمحافظة كاركو شمال البلاد مصدر عسكري عراقي اكد ان المرحلة الاولى من عملية استعادة السيطرة على قضاء الحويجة مستمرة واضف ان القوات العراقية سيطرت على عشرين قرية في مناطق ناحية الشرقات بعد فرار مسلح داعش وقتل العشرات منهم موضحا ان عشرات الاسر نزحت من مناطق القتال مزيد من التفصيلات في تقرير مرسلنا وسام يوسف نحو عشرين قرية محررة هي حصيلة عمليات تحرير الحويجة من احتلال داعش حيث تمكنت القوات العراقية المشتركة من السيطرة على مساحة تقدر بخمسين كيلو مترا مربعا من منطلاق العمليات بدت العملية اليوم ساعة 4 ونصف فجرين الحمد لله لحد الان حققت الاهداف المرسومة لحد هذا الوقت تم قتل اعداد كبيرة من عندهم وخاصة في قاطع الرد السريع القوات العراقية المشتركة استخدمت مختلف الاسلحة والاليات في تقدم صوى مركز مدينة الحويجة اخر معاقل داعش في هذه المنطقة كما تمكنت من قتل العشرات منهم يوم جاوزا حاولي عرق التقدم القطعات العدو بمجموعة كبيرة من العبوات الناسفة لحد الان يمكن اكثر من 25 عبوة بين رفع وتفجير وتقريبا 8 عجلات مفخخة لحد الان الحمد لله جميعهم تم تفجيرهم تم قتل اكثر من 40 داعش لحد الان العملية في صفحتها الاولى تهدف الى السيطرة على الجزء الشرقي من مركز قضاء الشرقات ايضا حيث حققت العمليات نصف المهمة بتحرير نصف المساحة التي تم التخطيط لتحريرها اللهي بتمام الساعة 400 من هذا اليوم شرعت قوة من رد السريع باقتحام هذه المناطق ابتداءا بقرية قنعوس الامام وقنعوس خميسات تم تحريرها ايضا تم التحرك على قرية مشهد وقرية الجميلات حاليا شرعت القوة بالدخول الى ان شاء الله والموقف جيد عمليات تحرير منطقة الحويجة مستمرة خلال الايام القادمة ومن جميع المحاور لغرض تضييق الخناق عليها ومحاصرتها من جميع الاتجاهات كما ان المقاومة التي تلاقها القوات العراقية المشتركة في تقدمها تكاد تكون غير مؤثرة مركز القضاء هو مدينة الحويجة الواقعة جنوب غربي مدينة كاركوك الغنية بالنفط وشمال غربي العاصمة بغداد وكان عدد سكانها 150 الف شخص قبل سقوطها بهذا التنظيم اواسط 2014 الغالبية العظمى من سكان القضاء هم من العرب السنة الى جانب اقلية من الشيعة التركمان ومنذ احتلال التنظيم للقضاء فر حوالى نصف مليون شخص لجأ اغلبهم الى محافظة كاركوك قبيلة الجبور اكبر القبائل في المنطقة التي كانت تعض من معاقل القاعدة والتمرض المسلح ضد القوات الامريكية والعراقية احتلت تنظيم المدينة والقضاء عام 2014 دون مقاومة تذكر بعد فرار فرقة كاملة من الجيش العراقي كانت تتمركز فيها هي الفرقة الثانية عشر وبعد تحرير بيجي وتكريت في اطار الاستعدادات لمعركة تحرير الموصل تم عزل القضاء عن بقية المناطق التي احتلها التنظيم وبات محاصرا من قبل الجيش العراقي من جهة الجنوب والغرب وقوات البشمرقة من جهة شمال وسقط القضاء بيد التنظيم بسهولة بسبب قرب الحويجة من مدينة كاركوك تحولت المدينة الى مركز لانطلاق الهجمات على كاركوك وكان اخرها في شهر اكتوبر 2021-2016 عندما تمكن العشرات من مسلحي التنظيم من تجاوز الخطوط الدفاعية لقوات البشمرقة ودخلوا مدينة كاركوك المواجهات بين قوات الامن والمهاجمين اسفرت عن قتل 74 مهاجما بينهم عدد كبير من الانتحاريين وبغية الحد من هجمات التنظيم على كاركوك وتهديده لامن كاركوك قامت قوات البشمرقة عام 2015 بدفع خط المواجهة مع التنظيم حتى التلال المطلة على قضاء الحويجة ولطالما اشتكى مسؤولو الامن في محافظتي ديالة وصلاح الدين من تسرم مقاتلي التنظيم الى هتين المحافظتين من الحويجة بسبب المناطق الريفية الشاسعة التي تربط الحويجة بكل من ديالة صلاح الدين وكاركوك وليس بعيدا عن العراق مزيد من التقدم تحرزه قوات سوريا الديمقراطية على حساب تنظيم داعش في مدينة الرقة حيث بتى الاخير محاصر ضمن مساحة لا تتجاوز 20% من مساحة المدينة ليصبح اعلان تحرير الرقة بشكل كامل قريبا تطورات عملية غضب الفراد في سياق التخرير التالي من داخل عاصمة التنظيم تحلق هذه الطائرة في سماء مدينة الرقة وتقصف مواقع جديدة يتحصن داخلها مسلحون من تنظيم داعشة في الجزء الاخير المتبقي من عاصمة خلافته المزعومة تتلاشى احلام التنظيم مع استمرار عمليات غضب الفراد وتتقلص مساحات احتلاله عقب خسارته الاخيرة للفرقة السابعة عشر وصوامع الحبوب شمالا فضلا عن احياء الروضة والرميلة وتشرين شرقا وصولا لمستشفى التوليد في قلب المدينة برفقة جيهان شيخ احمد المتحدثة باسم معركة الرقة تجولت كاميرا اخبار الان داخل الاحياء المحررة بعد ثلاثة اشهر ونصف من اعلان بدء تحريرها من قبل قوات سوريا الديمقراطية تحرير المدينة ستكون خلال اقل من شهر خلال الشهر لاننا استطعنا تحرير 84% والان الـ 20% المتبقية هي ساحات معركة واشتباكات موجودة فيها قواتنا والاشتباكات مستمرة حتى تحقيق الهدف المنشود له وهو تحرير المدينة بالكامل ان تمركز قناصة داعش على اسطح بعض المباني واتخاذ ما تبقى من افراده للمدنيين دروعا بشرية يشكل العائق الاكبر لاستمرار التقدم بذات الوتيرة التي بدأت بها المعركة وفق قادة عسكرين هناك نحن وقفنا شوي حملتنا بتجاه المشفى شوي يعني وقفنا ياها لانه في مدنية داعش حاطين مدنية بالبلد كلها اتا بين المساكن وحايا الحرامية حاطينهم بالمشفى منسوين دروع البشرية مشانك ذلك ما نفوذ المشفى الوطنية قد يكون اعلان تحرير عاصمة التنظيم وشيكان الا ان حجم الدمار الهائل الذي لحق ببنيتها التحتية نتيجة المعارك يفتح الباب امام مرحلة تبدأ بتحدي النهوض من جديد وقدرة الاهالي على نفض غبار الماضي الاسود الذي عاشوه لسنوات تشهد هيئة تحرير الشام النصرى سابقا تصدعا كبيرا في صفوفها وخاصة بعد عمليات الاغتيال التي طالت العديد من افرادها وقادة الصف الاول فيها والتي كان اخرها قتل سبعة مسلحين واصابة اخرين بانفجار مجهول باحد المقارات التابعة لهم على اطراف بلدة بلشون في ريف ادلب الجنوبي تفاصيل اخر الاغتيالات التي طالت افراد وقادة النصرى نتابعها في هذا التقرير تسعة افراد بينهم قادة اخر قسائر تنظيم هيئة تحرير الشام النصرى سابقا في محافظة ادلب تم تصفيتهم على يد مجهولين في يوم واحد انفجار مجهول اكد فيه مراسلنا انه وقع في احد المقارات التابعة للنصرى على اطراف بلدة بلشون في ريف ادلب الجنوبي ما اسفر عن قتل سبعة افراد واصابة اخرين تلك العملية اتت بعد ساعات من اغتيال ابو يحيى التونسي احد المقاتلين في الهيئة برفقة الشرعي ابو سلمان المغربي على الاطراف الغربية لمدينة ادلب سلسلة الاغتيالات التي شهدتها النصرى مؤخرا ليست الاولى فقد سبق ذلك بنحو اسبوع عملية اغتيال احد شرعيين نصرى واسمه سراق المكي حيث استهدفته مجموعة ملثمين مجهولين بعيرة نارية كما اغتال مجهولون يوم الاربعاء الماضي الشرعي الاخر في هيئة تحرير الشام المدعو ابو محمد الحجازي بعد استهدافه بطلقة في الرأس شرق مدينة ادلب تبعه بيوم واحد قتل امير قاطع الحدود المدعو ابو نسيب التونسي وجاء اغتيال الرجلين بعد ايام من عمليات اغتيال استهدفت مدير دار الاوقاف في سلقين ورئيس سجن سلقين سابقا والكاتف في دار القضاء التابعين جميعهم لهيئة تحرير الشام تصدع كبير تشهده النصرى في سوريا وخاصة بعد ان انقسمت مؤخرا على نفسها وظهر معسكر جديد مناهض لابي محمد الجولاني المعروف بمعسكر المؤيد للبقاء تحت لواء القاعدة فيما انشق العشرات من الفصائل التي اعلنت انضمامها للهيئة عند اعلان تأسيسها مثل قسم كبير من حركة نور الدين الزنكي حين اعلن نفسه مستقلا عن الهيئة منذ اشهر قليلة في حلب لقي عدد من جنود قوات النظام والميليشيات الاجنبية والمحلية تابع له مصرعهم بعملية نوعية للجيش السوري الحر في حي العرقوب شرق المدينة ما اسفر عن مقتل اكثر من عشرة جنود لقوات النظام واصابة العشرات منهم بجروح بالغة فاصلون قصير ونواصل نشرتنا ابقوا معنا اهلا بكم من جديد قال وزير الخارجية الاماراتية الشيخ عبدالله بن زايد ان قرار الدول الاربع بقطع العلاقات مع قطر جاء لدفع النظام القطري الى تغيير سلوكه مشيرا الى ان المنطقة لا تزال تعاني من الارهاب المدفوع من انظمة تريد الهيمنة واضف الشيخ عبدالله بن زايد خلال كلمة امام الجمعية العامة في نيويورك انه يتعين التصدي لكل من يمول الارهاب وعدم التسامح معه ومع كل من يروج للارهاب تحتفل المملكة العربية السعودية بالذكرى السابع وثمانين اليوم لليوم الوطني للمملكة وسط حالة من التقدم والتفوق سياسيا واقتصاديا ومعرفيا جعلت المملكة واحدة من مراكز القرار الدولي وفي صدارة اقتصادات العالم ويعود تاريخ العيد الوطني السعودي الى المرسوم الملكي الذي اصدره الملك المؤسس عبدالعزيز ويقضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها الى المملكة العربية السعودية كشفت ايران خلال استعراض عسكري في طهران عن صاروخ باليسي جديد يبلغ مداه الفي كيلومتر قادر على حمل رؤوس نووية ما يشكل تحديا لقرارات مجلس الامن الدولي ولمضمون الاتفاق النووي بحسب الاطراف الدولية الرئيس حسن روحاني اكد ان بلاده تعتزم تعزيز قدراتها العسكرية والباليستية رغم انتقادات الولايات المتحدة المزيد في تقرير التالي مشهد متكرر وصور باتت مألوفة للجميع العاصمة الايرانية طهران تحتضن عرضا عسكريا يكشف فيه عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه الفي كيلومتر وقادر على حمل رؤوس نووية في الوقت ذاته يتخلله كلمة الرئيس روحاني يعلن فيها دون مواربة عزمه تعزيز قدرات بلاده العسكرية والباليستية ذلك يعني وحسب ما يراه محللون ان طهران اطلقت العنانة لنفسها في المضي قدما في تطوير قدراتها الصاروخية ما يشكل تحديا صارخا لقرارات مجلس الامن الدولي ولمضمون الاتفاق النووي الذي اضحى امام افق مظلم بعد ان شكك فيه الرئيس الامريكي ترامب وعده من اسوأ صفقات التاريخ في الولايات المتحدة في الوقت الذي ينتظر فيه العالم منتصف اكتوبر المقبل بفارغ الصبر وهو الموعد الذي سيعلن فيه ترامب امام الكونغرس ما اذا كانت طهران تحترم تعهداتها التي تضمن الطبيعة السلمية تماما لبرنامجها النووي قلق اقليمي متنامن تجاه النواي الايرانية خاصة فيما يتعلق بتجارب الصواريخ الباليستية فمنذ توقعها الاتفاق قبل سنتين وحتى شهر فبراير الماضي اجرت طهران 14 تجربة صاروخية في سياق متصل حذر الدول المنطقة من عدم وجود ضمانات كافية في الاتفاق النووي لكبح جماح التهديدات الايرانية المستمرة بالصواريخ تارة وبالتدخلات في شؤون المنطقة تارة اخرى وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية الدكتور انوار قرقاش اكد ان سعي ايران تطوير قدراتها الصاروخية مغلق جدا مضيفا انها ليست جادة في الالتزام بتعهداتها التي قطعتها للمجتمع الدولي في الوقت الذي تتجه فيه عجلة التطورات الى اضافة بنود جديدة على اتفاق الخمس زائد واحد لاحتواء المراوغات الايرانية لا تبدو طهران مطمئنة لهذا التطور الذي سيضعها امام مسئولية احترام روح الاتفاق وليس الالتزام فقط ببنوده التقنية في حين انه من المستحيل تأكد في هذه المرحلة ما اذا كان ايمن الظواهر ميتا ام حيا لم تتمكن القاعدة من اظهار دليلا على حياة الظواهر لفترة طويلة تتوجه رسالة الظواهر الاخيرة لاتباع القاعدة في غرب وشرق افريقيا وشبه القارة الهندية الظواهر موجود فقط كالصوت وصوته لا يشير الى احداث محددة في الاوينة الاخيرة ومن الممكن ان تكون قد سجلت منذ اشهر الرسالة الاخيرة تضاف الى الشائعات التي تفيد بان القاعدة تستخدم صوت الظواهر فقط من ارشيفها الصوتي من افضل الامثلة على التسجيلات الصوتية الارشيفية التي تستخدم الان لاعطاء الانطباع بان الظواهر على قيد الحياة احد بيانات الظواهر الاخيرة الذي كان بعنوان شهداء افغانستان عمر ابو خليل وابو دجان الباشا في هذا الصوت الذي صدر في الثالث والعشرين من يوليو من هذا العام عرض الظواهر رثاء لابي خليل وابي دجانة الا ان هؤلاء الرجال لقوا مصرعهم في عامي 2014 و2015 وعلى وجه الخصوص حين تصدر القاعدة هذه التأبينات القديمة فقد فشل الظواهر في رثاء قادة اقوياء بارزين كانوا من المقربين ومن معارفه الشخصيين ومنهم ابو الخير المصري الذي توفي في سوريا في شباط فبراير من هذا العام والزعيم السابق للجماعة الاسلامية المصرية الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن الذي اعلن عن وفاته في اذار مارس لم يظهر الظواهر في اي تسجيل مباشر للقاعدة منذ الثاني من فبراير عام 2016 عندما ظهر في اصدار التنظيم الذي كان بعنوان ايام مع الامام والذي تحدث عن علاقته باسامة بن لادن في الوقت الذي اشارت فيه التقارير الاخبارية في وسائل الاعلام الجهادية الى ان هذه الحلقة كانت خاسرة واعز الجميع التأخر في الاصدار الى عدم كفاءة او تدهور اعلام القاعدة في سحابة او مركز الفجر والذان كان يتعرض لانتقادات متزايدة في ذلك الوقت بسبب الاخطاء العديدة في الانتاج ومع ذلك فان القاء نظرة اقرب على هذا التسجيل يضح سبب تردد القاعدة في اصداره اذ يظهر التسجيل الظواهر وهو غير متماسك بشكل غير معتاد ويتحدث بعدم ارتياح عن المعارك التاريخية في تورابورا ويستدعي كلماته بصعوبة بالغة وكان من الواضح انه اضاع طريقه عدة مرات وفي نهاية التسجيل ظهر احد مساعد الظواهر خلف الكاميرا يقول له ان يتوقف عن الكلام والظواهر يلتزم بحرج هذه هي المرة الاخيرة التي تم رؤية الظواهر فيها ومن المرجح انه تم تحضير هذا التسجيل قبل شباط فبراير عام 2016 وفي ضوء التطورات منذ ذلك الحين هذا التسجيل والطريقة التي تم اصداره بها يبين كل شيء لن يكون مفاجئا اذا كان الظواهر على قيد الحياة فقط في ارشيفات تنظيم القاعدة وليس في الواقع قال البيت الابيض ان الرئيس سونال ترامب ورئيس كوريا الجنوبية مون جي ان اتفقا على تعزيز الاستعدادات الدفاعية للبلدين وسط تزايد التوتر مع كوريا الشمالية وذكر البيت الابيض في بيان ان ترامب ومون تعهد بتعزيز الوضع الدفاعي المشترك لما في ذلك عبر امتلاك كوريا الجنوبية معدات عسكرية متقدمة للغاية وتطويرها لها وتفقا على تعزيز نشر العتاد الاستراتيجي الامريكي في كوريا الجنوبية وحولها على اساس دوري بقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل فنان من غزة يبتكر رسوما رائعة ثلاثية الابعاد رغم ندرة الموارد اهلا بكم من جديد والان الى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الاوسط التي عنوانت بكتيريا تنهش لحم الانسان في استراليا حير ارتفاع عدد الاشخاص الذين يتعرضون لهجوم بكتيريا تنهش لحم الانسان السلطات الصحية في استراليا وذكرت وزارة الصحة في ولاية فيكتوريا ان حالات الاصابة بالمرض البكتيري الذي يسبب قرحة جلدية تعرف باسم قرحة بورولي زادت بنسبة 50% منذ العام الماضي الى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنوانت امازون تطور نظارات ذكية تستجيب للأوامر الصوتية تعمل شركة امازون على تطوير اول جهاز قابل للارتداء تابع لها وهو عبارة عن نظارات ذكية حيث تم تصميمها كنظارات عادية تماما الى انها ستدعم مساعد اليكسا التابع للشركة وذلك لتلبية طلبات المستخدمين في اي وقت حيث يمكن للمستخدم التحدث لاليكسا في اي وقت ومكان صحيفة الخليج عنوانت اكتب رسالتك دون لمس لوحة المفاتيح في عام 2020 ابتكرت شركة امريكية تقنية لقراءة الافكار وكتابة الرسائل دون لمس لوحة المفاتيح يمكن ان تصبح متاحة بحلول عام 2020 وابتعدت الشركة المصممة عن فكرة الاسلاك في التصميم وتستخدم جهازا يسمى الذراع الكهربائية لمراقبة عضلات اليد وهذا يعني انه يمكن الكتابة دون لمس لوحة المفاتيح الى صحيفة البيان الاماراتية التي عنوانت نصف ساعة رياضة تقي من امراض القلب خلصت دراسة جديدة ان من يمارسون تمارين لمدة 30 دقيقة لمدة 5 ايام في الاسبوع يتمتعون بالصحة ويتفادون اصابتهم بامراض القلب حتى ان لم يتسنى لهم الذهاب لاصالة الالعاب الرياضية وخلصت الدراسة الى ان النشاط الجسماني يحد من الامراض والى صحيفة الغد الاردنية التي عنوانت زر جديد يدمج واتساب مع تطبيق فيسبوك تخطط فيسبوك لادخال زر جديد خاص بواتساب داخل تطبيقها على هواتف اندرويد في محاولة لربط الخدمتين معا وسيعمل الخيار الجديد بمثابة شورتكات ما يتيح ميزة فتح تطبيق واتساب دون مغادرة فيسبوك في حالة من الفقر والشقاء تعيش البنت حواء لكن بتحدي وامل كبيرين وبالرغم من اعاقتها الجسدية تواصل تعليمها في الصف الخامس الاعدادي حواء اليوم تحتاج الى كرسية متحرك وموصلة العلاج حتى تتمكن من متابعة دراستها الزميل جمال العريبي زارها في بيتها وعاد بالتقرير التالي بدأت حواء معنى اللقاء بقراءة آيات من سورة الفاتحة لعل هذا يفتح لها بابا من أمنياتها البسيطة بحصولها على كرسي متحرك تستطيع الذهاب به الى المدرسة أمنيتي هي مساعدتي في مواصلة دراستي وأن أتخرج لأصبح طبيبة وأساعد المرضى إصابة حواء جاءت بعد سقوط أمها وهي حامل بها في الشهر الثامن وولدت مكسورة اليدين والرجلين سوء العلاج والمتابعة هو من فاقم مشكلة حواء نتمنى من الجميع مساعدتنا في متابعة علاج ابنتنا وشراء كرسي متحرك لتذهب به الى المدرسة وسأكون شاكرة جدا لمساعدتكم كما تشاهدون ليس لدي إمكانيات لمعالجتها يبقى أمل عائلة حواء في ابنتهم كبير بمواصلة دراستها ومساعدتها في الحصول على الكرسي المتحرك جمال عرب لأخبار الآن باماكو مالي في إطار السعي لتقليل التلوثات والانبعاثات الضر احتفل العالم في 22 سبتمبر أيلول من كل عام باليوم العالمي للتخلي عن السيارات مزيد من التفاصيل مع الزميلة ميسون بركة يعد هذا اليوم بمثابة تذكير بأهمية الحفاظ على المناخ من خلال استخدام وسائل النقل صديقة البيئة إذ تقوم العديد من الدول خلال هذا اليوم بعقد ندوات ومؤتمرات لمناقشة أضرار السيارات وتغلق بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا عددا من الشوارع والميادين أمام السيارات كما يقوم بعض النشطاء في جميع أنحاء العالم أيضا ببرامج تعليمية للأطفال خلال هذا اليوم في المدارس أما تاريخ الدعوات للتخلي عن السيارات فقد كان منذ عام 1994 وذلك خلال المؤتمر الدولي للمدن المنفتحة في إسبانيا وتم تأسيس جمعية غير الرسمية للأيام العالمية الخالية من السيارات في آيسلندا عام 1995 لدعم الأيام الخالية من السيارات عبر العالم في عام 2000 أقرت المفوضية الأوروبية مبادرة التخلي عن السيارات عبر أوروبا إلى أن تحولت الأيام الخالية من السيارات إلى حدث عالمي عن طريق برنامج يوم التخلي عن السيارات العالمي الذي أطلقته مؤسسة بريطانية تبلورت الفكرة إلى أن أصبحت اليوم العالمي للتخلي عن السيارات يعشق رمضان المشهراوي الرسمة منذ سن مبكرة لكن بسبب نشأته في قطاع غزة يجد صعوبة في الحصول على الموارد التي تتسم بالندرة والمستلزمات التي يصعب الحصول عليها ويشتر المشهراوي المواد التي يحتاجها أو يحتاجها من خلال الطلب عبر الإنترنت ويمارس هواية الرسم في المنزل البداية أنا تصعبت من رسم ثلاثة الأبعاد يعني بديت شوية شوية بالتدريج لما وصلت للرسمة يكون ترسم بطريقة عادية بعد هيك صرت أنا من موهبتي وصرت لما وصلت لأرسم بطريقة ثلاثة الأبعاد طبعا الألوان اللي أنا بستخدمها ألوان خشبية طبعا مكلفة جدا مش موجودة عندنا في القطاع فبطر أشتريها من متاجر إلكترونية عشان أكمل شغلي وعملي في هذه اللوحات نظرا للوضع يعني أنا في قطاع غزة صعب جدا ومعروف الواحد فيش عنده إمكانيات إمكانيات ضعيفة هو رمضان في غزة مش ماخد فرشته وعندنا الاحتمام في غزة ويعني صعب جدا يعني هو بمارس الموهبة مع نفسه في البيت وبنشر على التواصل الاجتماعي وبلاقي رغبة يعني شديدة جدا بس إنه الإهتمام من الغزة نفسها ما فيش الفن النوع اللي أنا بقدمه كتير مرغوب وكتير يعني الناس بحبوه الأشخاص نظرا يعني الرسومات اللي أنا برسمها رسومات كتير حلوة جميلة بتذكرنا في أيام الطفولة الجميلة والفن هذا كتير يعني مش أي واحد في القطاع برسمه فأنا بروح يعني حتى الآن برسم بنزل على برامج السوشال ميديا إنه تصل لناس مهتين بالإشهاد صنع باحثون مضادا حيويا يهاجم 99% من سلالات فيروس نقص المناع المكتسبة الإيدز ويمكن أن يمنع الإصابة بالعدوى الجسم المضاد تم تطويره لمهاجمة ثلاثة أجزاء أساسية من الفيروس ما يشعل من الصعب عليه مقاومة أثار الدواء يشار إلى أن التنوع الجيني الكبير لفيروس الإيدز يشكل العائق الأكبر في وجه تطوير أجسام مضادة قادرة على كبح الوباء بحسب الباحثين قبل أن نوديعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين القوات العراقية تدخل قضاء الشرقات شمال غرب الحويجة وتقترب من داعش قوات سوريا الديمقراطية تقترب من إعلان تحرير الرقة وداعش يعيش أيامه الأخيرة بالمدينة وإيران تتحدى مجلس الأمن وتعرض صاروخا بلسيا جديدا وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته شكرا للمتابعة نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزل الأخبار إلى اللقاء